تفقد وفد أمريكي يضم عضوي مجلس أشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي الأمريكي كريستفر فان هالين وجيفري ماركليا المغزنة الاستراتيجية للهلال الأحمر بالعريش ثم توجه الوفد لمعبر رفح البري لتفقد شحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإيوائية الخاصة بالقطاع وأكد الوفد أنه سيعد تقريرا يتضمن تفاصيل هذه المساعدات التي رأوها لتدليل الصعوبات التي تحول دون وصول هذه المساعدات لقطاع غزة أنا وزملائي موجودون لكي نتفقد الوضع هنا بعد لقائنا المثمر أمس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي سنعود بتقرير كافي عن كل هذه المساعدات التي رأيناها خاصة أننا قد علمنا بالصعوبات التي تعوق وصول هذه المساعدات لغزة وسيهدف تقريرنا تذليل هذه الصعوبات ووصول المساعدات لقطاع غزة أكثر الأشياء التي ستوضع في عين الأتبار هو العدد الكبير للجرحة والمصابين في غزة وأنهم يحتاجون لرعاية طبية وغذائية كاملة وقلة المساعدات الطبية والغذاء يمثل أولوية أولى لنا لأن هناك عددا كبيرا من المصابين لا تصل لهم المساعدات الكافية من الطعام أو المساعدات الطبية وبناء على هذا سنحاول إصال المساعدات الإنسانية